النجمة الأجلاء أبادر من أورانا النهاردة في هوشيا بشأول مرة تشتغلي مع سامح عبدالعزيز اشتغلت معي كتير أوي المختلف المرة هو كل مرة يبقى مختلف يعني أنا دايماً بحب تركيبة أستاذ أحمد عبدالله وأستاذ أحمد السبكي طبعاً وأنا بحب الشغل بتاعهم لأنه هو أقرب للواقع وبيدخل في الحياة بتفاصيلها برحتها بتعماها فأنا بحب اشتغل معي جداً يعني لو طلبني حتى في مشهد هروح وأنا مبسوطة الفيلم دا تأجل سنتين وقت كبير قوي لسه فاكرة دورك ولا نسيتي؟ طبعاً لا هو مش تأجل سنتين هو خلص السنة اللي قبل اللي فاته أجل سنة بس طبعاً أستاذ أحمد السبكي دايماً عنده وجهة نظر في نزول الفيلم أمتى والمعاد المناسب ليه ويا رب يكتب لنا النجاح يا رب بإذن الله ثورة النساء لاجلاء بتعمل ثورة برضو ولا بعيدة عن الثورة بتاع نساء لا والله يا عملاها على الفيسبوك عندي بس مش عارفة لي مش جايباً مش جايباً نتيجة لغاية درها لا عندنا النساء عندها صورة طبعاً لأنها لغاية النهاردة أنا بقول إن مجتمعاً إحنا في مجتمعاً ذكوري ما زالت المرأة عندها مشاكل دا اللي هتشوفه في الفيلم إيه هي مشاكل المرأة اللي مش عارفة تعبر عنه ما عنداش الحق حتى أنها تعبر عنه بس انت طرف تعبري ولا لحد دلوقتي بنجوميتك الكبيرة دي ممكن حاجات ما طرفيش تعبري؟ بالزبط في حاجات أنت مش ممنوع مقيد في التعبير يعني ما ينفعش أنت تتكلم فيها ما ينفعش أنت تقولها بحكم أن أنت فنان لكن أنا كمواطنة ليه حق بس بيعملونا دايماً إحنا علينا شوية محزورات من الحاجات اللي إحنا نقدر نعبر فيها عن مشاكلنا أو شكوانة يعني كنت عايزة قابلك وقت صوت وصورة علشان أكلمك على نجاح شخصيتك في صوت وصورة وقصر الدنيا صوت وصورة تقولي علينا الحمد لله أنا مبسوطة بالشغل دا قوي مبسوطة بالتركيبة كتت حلوة قوي بالورقة حلوة قوي القضية كتت حلوة وأنا الدور بتاعي أنا كنت بعمله بقلبة قوي يعني كنت حاسة تفاصيله قوي فكنت يمكن هو دا السبب أنها كنت سايبة نفسي قوي للدور يعني ما تحكمتش فيه قد ما هو تحكم فيه المرات تعملي دور الأم بس المرات دور أم نولي الإليت شوية السي برضو عندها جزء من أن هي بتتحمل أي أم في الدنيا بتتحمل هي بس الفرع أن أنا الإكسبيلينس بتاعتي اختلف أو رؤيتي لبعض المشاهد بقت أسقل بالمعنى الأصحى ليه لأن خبرتك الحياتية الزادت وعشراتك اللي أنت شفتها للناس اللي عشرتها في دور الأمومة في الحياة أسقلت موهبتك أنت حاجة مش عايز طهول عليكي عايز أتكلم عن أن ممكن شوية شائعات طلعت اللي أنت عملتها عمليات تجميل وغير وقال ضحية ولا لا ولا عايف أنت اللي عملتها تقولي عملتها أنا لو عملتها أقول ولو في حاجة هتمدنا أن أنا أعملها بصراحة يعني بس يعني في حاجات بتتغير في جسم الست أو تركيبة الست بحكم الهورمونات بتغير حاجات كتير أوي فيها دلها دا اكتشف وفي حاجات أنا بحاول أزبطها على الدماغ اللي عملت ولا ما عملت لأ لغد الوقت بس إن شاء الله هعمل تعمل إيه لأ؟ رجليه والله هزخر الأدب شوية شكرا شكرا